مقابل الضرب هناك المكافآت هناك الهدايا بعض التربويين يرى أنها رشوة ويحذر منها أنه هذا سيفعل ما تطلبه منه مقابل ما تعطيه أنت كأنه مرتبط إن لم تعطيه أو إن انقطعت عنه لن يقوم بهذا سأضرب مثال لهذا دكتور عمر جزاك الله خيرا المكافآت دعنا نضرب مثال بالموظف الموظف يأخذ راتبه وهناك نظام الحوافز لكن هذا الموظف يقوم بوظيفته لماذا يعطونهم حوافز؟ تشجيعا أما إن أصبح هذا الموظف لا يقوم بوظيفته إلا أن يعطي الرشوة أو الحوافز هنا دخلنا بالخطأ وأيضا الأطفال الطفل يقوم بواجباته ويترك المنهيات وأنا تشجيعا له أعطيه بعض الهدايا بعض المكافآت على فكرة نحن نفهم مكافآت دائما بمدلولها المادي هدية نقود كذا المكافآت العلماء يقولون أعطي ولدك القليل من المال والكثير من الحب والكثير من التقدير والكثير من الاحترام كلمة مدح للطفل أحيانا أفضل من هدية كبيرة تمدحه وتضمه ما شاء الله عليك والدي تقبله وتضمه أنت فعلت كذا وكذا هذه مكافآة معنوية فالمكافآت إن أصبح الولد لا يقوم بالواجبات ولا يترك المنهيات إلا أن أخذ المكافآت هنا دخلنا موضوع الرشوة الذي تتكلم عنها وأصبح الهدايا والمكافآت لها أثر سلبي أما تحفيز وترغيب وكذا نحن عندما نحفز أنا نحفز النبي عليه الصلاة والسلام ألم يقول تهادو تحابو بالنسبة للحب هنا هنا أقطة مهمة جدا الحب هو هذا الذي يصل بين الولد وأمه الحبل السري الحبل السري الذي تمر منه الأمور التربوية إن لم يكن بينك وبين أولادك محبة لن تمر أي أسلوب تربوي ينبغي أن نبني هذا الحب بناء بالضم بالحب بالتقبيل بالهدايا ينبغي أن نخلق بيننا هذه القناة إذا لم يكن هناك قناة الآن هذه الأضواء إذا قطعت هذه الأسلاك هل تضيء؟ لا بدأ لا تضيء ولو كان هناك كهرباء السلك الذي ينقل هو الحب إن لم يكن محبة بين المربي والمربة لا تنتقل التربويات أعتقد أن هناك أيضا اختلاف في الأسلوب بين طفل وآخر بين ولد وآخر منهم من ينفعه التريب ومنهم من ينفعه التريب منهم من ينفعه الهدية ومنهم من يصلحه العقاب طبعا طبعا سيدي العلماء يقولون تأبت الحكمة أن تتنزل في قوالب ثابتة الحكمة هي التصرف المناسب مع الشخص المناسب في الزمان المناسب بالوقت المناسب بالطريقة المناسبة هذه المناسبات كلها تسمى الحكمة أنا أتصرف المناسب الحكمة تتأبى أن تتنزل بقوالب ثابتة أنا أتصرف الآن في شكل بعد قليل في شكل حسب الشيء المناسب سيطرة شكرا